بسم الله الرحمن الرحيم. اه برحب بحضراتكم اخواتي الطلبة. انا دكتور احمد راشد مدرس البطنة وكلا. المهاردة هتكلم معاكم عن توبك اه مهم جدا في الماديكال براكتس اسمه الهيستري تايكينج. طيب اه الهيستري تايكينج ده احنا اه الماديكال براكتس بتاعنا الممارسة الطبية عبارة عن ايه? للأسف الشديد اه انا حابب ان انتم الكلام ده يبقى لازق في دماغكم لاخر حياتكم الطبية لان احنا كتير من احيان لما الناس بتكبر بتنسى البروسس دي. بتنسى ان البروسس دي مشيا بالشكل ان انا هتكلم عنه ده. عبارة عن تشخيص وعلاج. لازم عشان ادي علاج لازم ابدأ الاول بالتشخيص. والتشخيص بيبدأ بالهيستري تايكينج يليه الكلانيكال اجزامنشن يليه الانفستيجيشنز. المفروض انه بيهيستري تايكينج بنهاية الهيستري تايكينج لسكيلفل الهيستري تايكينج اكون شخصت اكتر من خمسين في المية من الحالات اللي جاياتي. قبطوا حوالي سبعين في المية. او اتليست حطيت احتمالات اعرف على الاقل بنهاية ان انا هعمل تحاليل ايه هافحص ايه هدور على ايه. انا في انهي منطقة. عشان كده الهيستري تايكينج ده is very important very important. للأسف الشديد بقينا بنغفله جدا سواء انا على مستوى صغر الاطباء او احيانا للأسف كبار الاطباء. تمام? بعد الهيستري تايكينج انا بكون حطيت في دماغي اه تصور اه شخص ده عنده ايه او المفروضة اتفحص ايه عشان اكمل التشخيص بتاعي او او عندي احتمالات واحد اتنين تلاتة هكملها بالحاجات التانية. انما لو انا لو انا مش حاطي التصور من الهيستري تايكينج القصة فيها ايه هلوش وانا بدور في الهيستري تايكينج او حتى وانا بعمل الانبستيجيشن. فما فيش حاجة اسمها بس وما فيش حاجة اسمها اا ان انا بدخل افحص عيانه بس من غير ما ببقى عارف قصته ايه. تمام? انا هكمل الكلام هنا والاستري تايكينج اتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرة بتاع زيه. الانبستيجيشنز زي بتشمل لابراتري في ايمدجينج وانترونشنز. لابراتري زي التحليل العدية خالص. ساقا اا بنعمل تحاليل بسيطة زي اا صورة الدم وظيفي الكيلة وظيفي الكبد غيره تحليل بولد احليل براز غيره. ماشي ايمدجينج زي كل الاشاعات. انترونشنز يعني حاجات ما بتصفش قوي ايمدجينج بس يعني مثلا زي مثلا التشو بايوبسيز. تمام? الحاجات دي على بعض بتكملي الدايجنوزز بتاعي. ما ينفعش ان انا اخش على التريتمنت او ابدأ تريتمنت العيان ويما يكون حاطط الدايجنوزز لي او على الاقل لتصور. تمام? التريتمنت بتاع العيان مش بس ان انا بديله ادوية لأ ده انا بعلم العيان بتديله فرماكولوجيكال تريتمنت ماشي? ونن فرماكولوجيكال تريتمنت زي السيرجريز وغيرها. ماشي? ده تصور لان احنا بمارس الطب ازاي? ارجوك 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 ارجوك. لا تقفز على دون ان انت تعدي بال اللي قابليها. ما تكتبش علاج العيان من غير ما تكون اخد كويس ما ما تعملش فحص العيان من غير ما تكون فاهم انت بتعمل ايه? احنا حتى لما بنيجي نعمل كومنتري او او كيس ستاديز مثلا نمتحن فيها الطالب لما ان شاء الله يجي لك الحاجات دي في المتحنات بتاعت الباكاريوس احنا بنيجيكهيستوري وبعدين بنقولك الاكسامنشن بتاعه في ايه? وبعدين بنقولك الاكسامنشن اصطلعت ايه? انت لما تيجي تقرأ الاكسامنشن لو خلصت الاكسامنشن وانتشحست تصور دياجنوز او دفرينشال دياجنوز ما تنطش على الاكسامنشن او في حياتك العملية انت في حياتك العملية انت بتعمل كده انت العيان بيجي لك تعود مع الاول تسأله على تاريخ حالته ومن خلالها بتبقى بتفكر وانت هتفحصه ايه اكتر حاجة هتبقى لازق في دماغ تدور عليها ولما هتطلب مش شاف هتطلب كل اللي في الدنيا فلازم تبقى فانت لما خدتش هستري تيكينج كويس مش هتعرف تاخد الخطوات اللي بعدين فايف الهستري تيكينج ده بيمر بمراحل متعددة اول حاجة في عندنا حاجة اسمع بيرسنال هستري كومبلاين بيرسنال باست فاملي دراج اند اذرس البرسنال هستري ده عبارة عن بطاقة التعريف بتاعت العيان انت بتتعرف بالعيان بتعرف البرسنال داتا بتاعته الشخصية اللي هي في الاغلب مش طب تمام وهنتكلم عن كل وقت الكمبلاينت يعني ايه اللي جاب العيان لعبك شكوته بيرسنال هستري هو التفصيص بتاع البروبلم بتاعته دي او او اللي جاب العيان عندك ماشي ليها وما حاولها بحيث ان انت توصل لدياجنوزيس هو ايه تشخيص الحاجة اللي عند العيان ده يعني اه التاريخ المرضي بتاع العيان او القصة اللي عندك دي عشان تربط الحاجات ببعض هو البني ادم ده بني ادم على بعضه فالحاجات القديمة اللي عنده ممكن يبقى لها قيمة ممكن ما يبقاش لها قيمة اللي عدينا الفاميلي انت بتدور على اي حاجة.. لها علاقة بالموضوع في اسرته سواء الاسرة كبيرة او الاسرة الصغيرة الاسرة اللي بينحضر منها او الاسرة اللي بتينحضر منه طبعا ما ينفعش ان انا اه اه استبعد بتاع الدرجس يعني اه الادوية اللي هو بياخدها هل هي اه يعني اللي هو ماشي عليها فعلن ممكن يكون بدأ في علاج المرض اللي انت بتعالجه منه ده من قبل كده ماشي ويستجاب يا مستجابش وممكن يكون اخد اه ادوية الامراض تانية وسببات الحاجات تانية فلازم اشوف القصة دي. في مهمة جدا ما ننفعش تنساها الاوبيجايني الالرجي السكشوال انتسيرجي كمان البرسنا الهيستري البرسنا الهيستري زي ما قلنا ان دي بطاعة شخصية بتطلعيان طيب بسأل على كزا حاجة نيم ايد جندر جندر طبعا مش بسأل عليه طبعا بني هذا بيبين قدامي بس بسجلها عندي ااا اقلوباشن سوشيل ستيتس بشيال هابتس كمان بشيال هابتسوف ميديكال امبورتنس هتكلم عنها طيب الاسم بتاع العيان بيفرق معاها في ايه ان البيشنت ايدي تنتفيكيشن لما يشتغلو في مستشفيات كبيرة منو العيان على باب المستشفى بيتحط له نيم تاج سورة كده على قده بيتحط عليها اسمي ده حاجة عشان العيان ده لو استمحوا الله في اي وقت من اوقات ماشي او فقد الاهلية ما يعرفش يقول اسمه ايه ما لاقبطش ما بنزيد وعباد نمر اثنين ان انت وانت بتاخد الهيستري انت لازم تبين للعيان ده ان هو بني ادم ومحترم ليه اسم بتعاملوا به ما انتش بتعاملوا على ان هو مش بتعاملوا على ان هو واحد من الوحيد اللي عدوا عليك زي لو تفتكروا في الفيلم لما اه كان بيقول احنا كنت قاعد على قهوة اه يعني كل اللي قاعدين عليها اسمهم يا كلنا بالنادي بعض بنقول لبعض يا لأ لازم تبقى عارش حضرتك لازم تبقى عارف من اول ان اسمه مثلا خسن محمد احمد وطول الهيستري وانت حضرتك بتقوله طب يا استاذ حسن حصل لك كذا قبل كذا طب يا استاذ حسن انت اخر مرة حصل لك كذا مهم جدا ان تفضل فكر اسم العيان طول الهيستري تيكي تمام الهيج عشان طبعا انا محد بيوصف لي حالة حتى لو مش موجودة قدامي ماشي الهيج ده بيخليني اكتجريز العيان فاني ناحية يعني لو هو كبير بفكر في دفرينشل دياجنوزز لو هو صغير بفكر في دفرينشل دياجنوزز تاني خالص ماشي يعني مثلا احنا فاهمين ان الماليجنانسيز ماشي مور كومن في الهيج الكبير في اعراض كتيرة لما تتقل في السن الكبير بحطي ايدي على قلبي عشان ببقى خايف من الماليجنانسي بغاية ما اكسيكلود الاحتماليات دي خالص في الماليج وخصوصها من الحالات جاءت الاوتواميون طبعا بتبقى اكتر في الاطفال بفكر في الحاجات الهيجات او الوراثيه او الانهارة الجندر برضو زي ما اتكلمنا في الهيج الفيميلز بيبقوا مور لايابل لبعض الامراض عن الميلز اكتر في الميلز اكتر في الميلز الاوتواميون اكتر في الفيميلز تماما بتفرق معي في حاجتين بتفرق معي ان هل دي تسببت بشكل مباشر او غير مباشر في المرض اللي عنده ولا لا نمرة اتنين بتاع المرض بتاعه على بتاعته او بتاعه يعني هل المرض بتاعه ده هيخليه مقعد مش هيعرفه يكمل حياته مش هيعرفه يكل عيش او هل هتأثر عليه او ما ينفعش ان هو يشتغل القصة دي يعني مسلا على سبيل المثال احنا لو احنا بنتكلم براكت الصح مسلا لو اعين نهاضي شخصه ان هو عنده او ماشي او او وهياخد انسولين وبيدخل في وده ما ينفعش لو بيشتغل لازم يدور على كرير تاني مش هينفع ان هو يبقى مسؤول عن حياة بناء دمين وهو بالشكل ده مش هينفع مسلا يشتغل سباح او اا اا منقذ اا سباحة او حاجة زي كده وفي بلاد كتير بيبقى فيه اا صارمة للكلام ده بتمنع اا اللي عندهم بعض الامراض من ان هم هي مرسوق بعض المياه بسأل اذا كان هو متجوز ولا لقى وعنده ابناء ولا لقى واصغر واحد فيهم قد ايه واكبر واحد فيهم قد ايه دي بتبين لي اا الفيرتيلتي بتاعته ماشي امت اخر مرة كان فيرتايل واذا كان فيه كان فيه ما طباط في الفيرتيلتي بتاعته والاو هو المرض بتاعته ده هيحتاج ان هو حد يساعده مش هقدر يعتمد على نفسه كمان بسأل على اهمها طبعا على الاطلاق هو لانه هو لانه زي ما تعرفين بيقص بيعمل حاجة اسمه سيو دي كرونيكوبستركتو دولي دزيز بيبريتزبوز لأثرسكولروز سكيميكارب دزيز بريفرال تيريال دزيز ناشي الالكهول طبعا بيعمل حاجات كتيرة زي لفرال دزيز وغيره تماما البايشانت كوملينت الكلاسيك تيتشنج بتاعنا في البايشانت كوملينت ان احنا دايما بنقول ان لازم يتكتب ان ذا بايشانت اون وورد يعني زي ما العيان قاله ماشي لما انت بتفترض سيمتوم معين اكوردينج للعيان قاله ماشي يعني مسلا العيان بيقولك اه مش عارف اخد نفسي ماشي لما انت بتكتبها اس ديزنيا انت بتمسليد اي حد تاني اعترض عليه الحال ايه هتديك اكزامبل ماشي ان انت اه لو العيان عنده ديزنيا ديوتو هارت فيدير او تكبنيا ديوتو اه ميتيبوليك اسيدوزيس مسانسي عيان مسلا ديك اي او عيان ماشي او ايروي اوبستركشن ديزنيا برضو بس ايروي اوبستركشن مش عارف ياخد النفس ويخرج النفس ماشي كله هيتفسر عند العيان اس ديفكالتي او بريدين لأ ده انا هقولك كمان اللي انكت ان انت ممكن العيان يمس انتربريت الشيست بين اس ديزنيا مش عارف اخد نفسي او مش او صدري بيوجعني صدري بيوجعني دي ممكن العيان يقولها ويبقى اصد بيها دزني او اصد بيها شاست بين تصدق فانت لازم تاخد بالك من القصة دي انت طبعا هتفيريفاي الكلام ده يعني لما العيان يقولك امش ااخد مش قادر اخد نفسي او صدري بيوجعني هتقوله يعني فيه قلم ولا بتنهج يعني فيه كزا ولا مش اه طبعا مش هت يعني مش هتكتبها اللي هو بالزبط زي ما هو قلب ترجمة اه حرفية لأ هتفيريفاي الاول ماشي وتفهم منه ماشي وتشوف هو اه اه هو كان قصده ايه اللي عبر بيها عن القصة دي شو بيكفوكسد اون دا اه مست انوينج اه سيمتوم اوب دي بيشنت لان العيان ممكن يجي لك يا يعني معلش زي ما انا بقول احيانا للناس يفسحك في كتاب البطن فضوصا اه الفيميلز يعني مثلا يبقى هو جاي يبقى المشكلة الاساسية عنده ان هو مسلا عنده واللي جاي اللي جايبها النعارضة ان هو عنده ابيجستر البين ويفتكر بقى او تفتكر ان هو رجليها بتوجه وصابها مش عارفة عمل ايه وشعرها بيقصف ودنها بترفق وعنيها بتزغل المفروض انها هيكتبها تركز على اللي جاي بالعيان اللي هو غالبا هيطلع اضوء قيمة اكليميكية تمام البرزنت هستري بعد ما عرفت الكمبلينت بتاع العيان ماشي باشوف يعني بعمل البرزنت هستري ايه البرزنت هستري ده؟ ستيبس يعني هو ليه ستيبس وليه اوبجيكتبس ايه الاوبجيكتب بتاعي ان انا اعمل الاناليسز الكمبلينت اللي العيان قاله طيب بعمل له انااليسز ازاي؟ هتة هتة اول حاجة اللي هو اشتكى منه بفصصه بفصصه ازاي؟ اونسد كورس ان ديوريشن يعني هي اونسد الانسد ده ممكن يكون سادل يعني يعني من دقيقة ما كانش عندو دلوقتي بقى عندو او من ساعة ما كانش عندو دلوقتي بقى عنده ماشي ممكن يكون دا على مدى اقل من اسبوعين ماشي ممكن يكون يعني اكتر من اسبوعين واقل من شهرين ممكن يكون او على مدى فترة اطول ماشي الكورس برضو زي ما احنا قلنا ماشي الكورس ده ممكن يكون أو ريجريسيف او أو كنترتك به بريجريسيف يعني بيزيد بريجريسيف يعني بيقل ستشنري يعني ثابت ديوريشن يعني بقى لوقت دائم كبان مهم ان انا عرف ايه الحاجات اللي بتزوده والحاجات اللي بتريحه والعيان ممكن لو جاله السيمتوم كذا مرة يبدأ هو مع نفسه يفهم ايه اللي كان بيزوده و ايه اللي كان بيرقصه واذا كان فيه تمام بعد كده السيمتوم ده مثلا ريليتد للجي اي مهم جدا ايه خلاص انا فهمت ان انا غالبا عندي مشكلة في الجي اي فابدأ افريفاي كل السيمتوم اللي في السيم سيستم لو هو جي اي اشوف بقيت السيمتوم بتاعت الجي اي مرشي بعد كده افريفاي او انالايز الاذر سيستمز سيمتوم يعني بقيت الحاجات لو فيه حاجة ريليتد لو فيه حاجة في احيانا العيان بيقفل الكلام ده ويفتكر ان هو مالوش قيمة لان ايه ده على عكس العيان انا كنت تكلمتوكو على اللي بيفسحك لا ده ده جاي ماشي بيشتيكي لك بمشكلة وهو مركز فيها قوي لدرجة ان هو شايف ان الكوارث اللي في السيستم التانية مش مهم قوي ان هو يقولها لك واخدوا حاجة ازاي فمهم ان انت تاناليز الكلام ده تماما انت بقى جمعت الكلام ده how to reach the diagnosis طيب انت بتريش the diagnosis عن طريق ان انت بعد ما عملت the analysis the symptom and the system the symptom ده بيشير لي ماشي بتحط احتمالية اسمها the most important possibility اللي بنسميها the working diagnosis ماشي وبتعمل على ان انت تثبتها تثبتها عن طريق ايه تثبتها عن طريق ان انت تشوف how typical is it السيمطوم اللي عنده وما يؤيدها من other symptoms اللي هي غالبا في نفس السيستم تماما تاني حاجة انت بتبقى عايز تستبعيد الاحتمالات الاخرى والله انا خلاص تخيلت ان الراجل ده عنده مثلا الشيستبان اللي عنده بسبب ischemic heart disease فانا عايز استبعت كمان اعراض الجهاز الهضمي عشان ما يكونش مثلا reflux ماشي فده بنسمي differential diagnosis بexclude other possibilities او differential diagnosis تماما خلاص عرفت بقى ان هو most probably هو عنده ischemic heart disease طيب هل دي عملت له مشاكل او complications 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 دي اا قصيرة المادة او بعيدة المادة ولا لا تمام يبقى انا بحاول اطلع الdiagnosis اللي عمله واللي الdiagnosis عمله اللي جابه واللي هو عمل تمام تمام بحاول يعني عشان بس تبقوا فاهمين على مدى السنين الجاية انتو هتقلوا الهيستري تاينج ده من مية حتة ماشي بس ابقى فاهم ان الكلام اللي انا قلت له لك ده هو الطريقة اللي احنا بفكر بها كلاما طيب انا قلت من شوية ان انا بشوف symptoms of the same system and other systems. طيب ايه يعمل symptoms of the same system and other systems? طيب هنتكلم عنها شوية طبعا هتاخدوها بالتفاصيل دي في السنين القادمة. بس احنا عندنا جروب اسمه cardiac symptoms, chest symptoms او pulmonary symptoms, GI and neurologic. وطبعا لما هتكبر هتتوسع هتفهم ان في حاجات مثلا الهيمتولوجي حاجات وحاجات زي كده. بس for simplification دي ال basic set of symptoms اللي انت بتعرف. الكارديك disease ممكن تيجيب chest pain. ماشي بيبقى لها character. مرضو هتتعلمها. ماشي بيكون مالي central بيكون burning او heaviness. ماشي بيكون احيانا radiating للنك او للشولدرز او arms especially the left. ماشي. ده الكارديك. طيب ديزنيا يعني shortness of breath مش عارف ياخد نفسه. وليها grades هل هي بتحصله هو قاعد ولا بتحصله مع المجهود ولا بتحصله مع مجهود اكتر من المجهود المعتاد ولا ايه. ارثوبنيا يعني اول ما بيجي ينام على طهره يحس shortness of breath. لما يجي ينام flat يحاسب shortness of flat. ده ما يكون عنده اه 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 حاجة زي heart failure او volume over load لما يكون مليان وايه. كمان? بروكسيزم النكتورنال دازنيا يعني اه يعني البني ادم اللي بيعنده heart failure احيانا بيحس انه هو بعد ساعة او ساعتين من النوم يقوم اخنوق قره واحدة ويجري على الشباك او يجري على اي حتة هاوية عايز ياخد نفسه لانه هو كان نفسه لده. دي من اعراض الheart fit. بتيجي في الاغلب مع الارثوبنيا والديست. palpitation يعني awareness of heartbeats. يعني الوضع طبيعي ان احنا نحسش نبضات قلبنا. لما تحس نبضات قلبك يبقى ده اسمه palpitation. syncope يعني يعني يعبد من طوله black out. يعني يفقد الوعي مرة واحدة ويقعه من طوله. وده غير الكومة. السينكوب يعني يقع وبعدين يفوق. ايديمة. يعني رجليه بتورب. الايديمة دي ممكن تكون وممكن تكون وممكن تكون وممكن تكون ممكن تكون في الورلمب ايديمة بس وممكن تفضل تطلع لغاية ما تشمل الورلمب كله والابدومن الوول واحيانا اوبر دي سيكرم واحيانا تبري اوربتل في بعض الامراض زي ما هتعرفو تفاصيل. الشيست ấyمتومز برضو الشيست بيبقى يخ Diznya برضو الشيست بيبقى ليه شيست بين في الاغلب بيزيد مع التنفس في الشيست بيزيد مع التنفس على عكس. دا اثنيا شبه او بتاعة الكاردياك برضو ممكن تفصل هو ايديمة. بس في يجيبها مثلا حاجات زي او 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 حاجات زي كده. الموت السيزي يعني بني ادم يكح دم. ودي لها اسباب كتيرة منها طبعا والمالجنانسية والكلام ده كل. ممكن الشيست يعمل اديمة اه خصوصا لو بدأ يعمل هارت فيل. الكوف طبعا من اهم اسباب من اهم اعراض الشيست. ممكن القاف ديه تبقى وممكن تكون. ممكن بني ادم ده يكون الشيست دزيز بتاعته سيفير انا هيتعمل له سيانوسيس. تمام. الجي اي سيمتمز زي الجي اي بليدين. الجي اي بليدين هتاخدوه بالتفصيل لاتر اون. في ممكن بني ادم ده ييرجع عدم يبقى اسمعها ممكن يكون بيجيب ستول بلاك اشي دايجستد بلود اللي هاب نسميها ملينا. ممكن يجيب فريش بليدينج بالركتم. يعني دم احمرقاني نازل مع الستول او نازل حتى من غير الستول من فتحة الشرق. دي كلها اعراض الجي اي بليدين. فيه الدسفيجيا يعني صعوبة البلعة. ودي ممكن تدينوت مشاكل في الفارنكس او في الاوسوفيج. فيه الدسبيبسيا يعني اللي بتبقى مجموعة من الاعراض اللي زي 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 التكريع زي يعني يحس بالامتلاء وان الاكل ما بيتصرفش بسرعة. ابدومينا البين بقى وده طبي كبير جدا واكوردنج للبرت اللي بيحصل فيه في البطن. طبعا مفهوم التاريجية. الدائرية والكونستبيشن يعني زيادة الفريكنسي او بتاعت الستول او عكسها الكونستبيشن. النيورولوجيك سيمتمز ممكن بنيها ده يجي بويكنس. الويكنس ده ممكن يبقى في نص جسمه يبقى ممكن ييجي في نص جسمه يمين او شمال يعني. ممكن ييجي في النص في الاسفل من جسمه يبقى اسمها بارا باريسز او بارا بليجيا. ممكن ييجي في الاربع اطراف يبقى اسمها كوادري بليجيا. ممكن يحصلوا ابنورمال جيت. كل set of diseases بيجي بجيت مختلفة هتاخدوها بالتفصيل لاتر اون. ابنورمال سبيتش. ممكن ابنورمال سبيتش دي تبقى. disarthria او disphasia. disarthria يعني هو بيتكلم وعارف وبيتكلم كلام موزول وكل حاجة بس الصوت طلع وحش. مش عارف يعمل defective articulation. ماشي? انما اه افازيا دي يعني مش عارف في فورموليات الكلام. يعني هو مش عارف يحط البازلز بتاعت الكلام بحيس ان هو يكمل جملة كويسة سواء هو مش فاهم او مش عارف او فاهم بس مش عارف او كزا. ممكن العين ده يجي بconvulgence طبعا ما فهم يعني ممكن يجي بابنورمال كونشوسنس يعني او حتى كومة. ابنورمال سنسيشن يعني ويك سنسيشن او ابنورمال سنسيشن يعني يعني على عكس الويكنس اللي هو موتور افكشن. ممكن يجي ببارستيزيا او اناستيزيا يعني يعني جزء من جسمه مش حاسس بيه. السنسيشن بتاعته مش مزبوطة. ممكن يجي بابنورمال موفمن زي ما بيصل في الاكسترا برامدال كمان. بالنسبة للالرجي بالنسبة للالرجي بدور على الميديكيشن والانستيزيا والفود فيه سيرجيكال هستوري عمل عمليات قبل كده ولا لا معشي فيه الباست هستوري يعني دي سلايد معلش مشي بسرعة هي اه ان ازا ان ازا كان فيه قبل كده او للقصة التعرفة. تمام يا شباب? مهم جدا في اي واحدة ستة ان انت تاخد عمليات الاجيكالي تبدأ الجينيكاليكي ده بيبدأ بالمنستور الهيستري يعني المنستوريشن ده او انا يعني الستة دي بحاول اعرف اي بدأت المنستوريشن امتل الذي بنساميه البناركي المنو بوز قطعت امتا قطعت امتا المنسل وهل ده بريماتيور ولا ليت بريماتيور يعني لو هو تحت ال ال اثنين واربين او تحت واربين تقريبا بعض الناس بتقول خمسة واربعين بس هو بيديفنيشن اثنين واربين بريماتيور مني بوز تحت اثنين واربعين وليت زي فوق الخمسة وخمسة فوق الخمسة بولي مينورية ووليجومينورية يعني البولي مينورية يعني البولي مينورية بتاعتها بتيجي فوق الخمسة والوليجومينورية يعني بتيجي بتيجي كل اقل من 21 يوم ولا كل اكتر من 35 يوم دي طبعا سبجيكتف طبعا ممكن يعني اغلب الستات بتقول ان انا بنزف كتير بس هو انا بعرفها عن طريق انها باسألها هي بتعمل بتغير البيت كم مرة مثلا في اليوم لما يعمل منزف وطبعا لو انا هي دخلة على بريجنانسي باسألها عن من الفيرس دي اوه لان هي لو هي في بريجنانسي بادها بداية البريجنانسي بداية البريجنانسي بتبقى من بداية السايكل اللي حصل فيها البريجنانسي مش من تاريخ الفيرتلايزيزيشن ماشي؟ اعتقد ان انت ممكن تكونوا وامتى وولدت كم مرة منهم ممكن مش كل الحمل اللي حملته او في الاخر افضل الى ولادة ممكن تكونوا حاصل وبالتالي بعرف الابورشنز قد ايه وملابسات الابورشنز والتايمينج بتاعها لان لو هي اا ده بفكر في حاجات بفكر في حاجات بس بفكر في حاجات تانية كمام هدي اكزامبل كده الهيستري العيان عشان بس نوضح عليه احنا الهيستري ده في الاخر بالبشاكل مستر اي ار الانان في الاني is a 55 year gentleman who works as driver he lives in Fayoum with his wife and three offsprings bangus is 10 year he used to smoke 20 cigarette per day for 20 years he came to the outpatient department complaining of central chest pain or recurrent chest pain اللي قلنا الاول ده كان ال personal history اللي هو ال id بتاع العيان بعد كده ال patient complaint ال patient complaint هو اللي قاله وانا بحس بقلم في ستري تمام انا بدأت احلل بقى المشكلة بتاعته دي بقول ان ال condition started ده الانصت بتاعه ماشي بدأ بسيط وبدأ يزيد خلال بتاع one month ماشي ماشي ثلاث مرات ده ال course يعني هي بتجيله مثلا ثلاث مرات في الاسبوع وتقريبا ما زادتش يعني بقيتش 4 مرات او 5 مرات ولا بقيتش مثلا مرتين او مرة في الاسبوع يبقى ده الانصت وكورسو دوريشن of chest pain الكاركتر بتاعه central burning in character ماشي radiating to the jaw and left arm it occurs upon moderate exertion and relieved virus the precipitating or relieving factor it's not associated with any other symptoms ماشي وحتى من عندي not related to food ماشي it is not known to be diabetic or hypertensive hyper intensive دي مهمة جدا and the diabetes and the hypertension اللي هما اغلب اساس المشاكل اللي بيحصل منها مشاكل اللي بين قدمين قلنا ان احنا بنهتم بال and the diabetes وبنحطوهم ونصدرهم في كده لان هما من اهم المشاكل اللي بيتمحوا على حواليها اغلب المشاكل الطبيبية في البطرة بشكل عام بعد ما عملت analysis this symptom مشيء لقيت ان هو انا most likely ان هو related to something cardiac تمام فببص هل عنده حاجة cardiac تاني يعني عنده الى اخره ماشيء مفيش طب عنده حاجة بقى خلصت analysis system بشوف other systems حبزة لو ابدأ بحاجة related او شبيهة او ممكن اطلق بطني مع السمتوم ده من شيء زي الشست هل في حاجة suggestive of chest condition including cough expectation hemoptysis غيره لا طيب في حاجة related to GI زي دائرة constipation كذا 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 لا خلصت خلصنا تقريبا بتاع العيان ده. تمام? ده كان نموذج العيان. انا جايب وتبيكال مش جايب فيه تفاصيل كتير عشان اوريك الدنيا بتبقى شكلها ايه? وده طريقة حضرتك هتاخد ده مرارا وتكرارا على مدى السنين الجاية وهتاخده وهتتعلم هتتعلم انت انت تعمل مدرستك انت في الهيستوري تايكي. ارجو ان هي قدر الامكان ما تكونش عن او التقليدي اللي هو ليه قواعد او احنا بيتحطلها قواعد بس انت بتخط التكنيك ده بيعتمد على المنطقة بيعتمد على طبيعة فهمة العيانين يعني مسلا على سبيل المسال انت بتحط طريقة اخدك للهيستوري مسلا اكوردنج لان مسلا اغلب العيانين هنا بتيجي تشتكي من كزا وهي قصدها كزا. بتقول كزا وانا قصدي كزا. اللهجة بتاعتها بتحتمل كزا وهي بتاعني كزا. فهمتو? انما احنا ما بنغيرش قواعد عام. القواعد دي مخطوطانا كلنا كلنا بدمشي عليها. في عياداتنا في مستشفياتنا في الجامعة في كل حتة. ماشي? حضرتك بتموديفاي اكوردنج للسبيشاليتي اكوردنج لخبرتك اكوردنج للكلام ده كله. ماشي? عشان كده حضرتك لما تيجي مسلا فبرور في المستشفى هتلاقي مسلا بياخد بطريقة ييجي مسلا الاعلى منه المدرس مسلا ييجي يسأل على شوية حاجات كده في المرور مسلا ممكن ما يكونش خد باله ان هو يسأله. او بيسأله بطريقة ان هي ما سألوش بيها بحيس ان هو حتى الريزدنط معرفش ان هو يعمل لها ماشي? ده بتاع اخذ الهيستوري. دي بتتنمى كل ما بتاخده كل ما بتاخد هيستوري كل ما بتاعتك دي بتبقى احسن. ارجو ان احنا اكون كده سلامتلكم قصة الهيستوري تيكينج. واتمنى لكم حظا موفقا ان شاء الله في المخابرات جاية واذا لا اصلادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.